حدثنا وكيع وعبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن مصعب ابن محمد عن يعلى ابن ابي يحيى عن فاطمة بنت حسين عن ابيها قال عبد الرحمن حسين بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائل حق وان جاء على فرس أنا وكيع حدثنا ثابت ابن عمارة عن ربي عتابن شيبان قال قلت للحسين بن علي رضي الله عنه ما تعقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ساعدت معه غرفة الصدقة فأخذت تمرة فلقتها في في فيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألقيها فإنها لا تحل لنا الصدقة حدثنا ابن نمير ويعلي قال حدثنا حجاح يعني ابن دينار الواسطية عن شعيبي بن خالد عن حسين بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من حسن إسلام المرء قلة الكلام فيما لا يعنيه حدثنا عبد الرزاق أنبأني ابن جريج قال سمعت محمد بن علي يزعم عن حسين وابن عباس أوي عن أحدهما إنه قال إن مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل جنازة يهودي مر بها عليه فقال آذاني ريحها حدثنا يزيد وعباد بن عباد قال أنبأنا هشام بن أبي هشامين قال عباد بن زياد عن أمه عن فاطمة ابنة الحسين حسين بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلمين ولا مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرها وإن طال عهدها قال عباد قدوم عهدها فيحدث لذلك استجاعا إلا جدد الله له عند ذلك فأعطاه مثل أجلها يوم أصيب بها حدثنا يزيد أنبأنا شاريك بن عبد الله عن أبي إسحاق عن بوريدي بن أبي مريم عن أبي الحواء عن الحسين بن علي قال علمني جدي أو قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر فذكر الحديث حدثنا عبد الملك بن عمر وأبو سعيد قال حدثنا سليمان بن بلال عن عمارة بن غزية عن عبد الله بن علي بن حسين عن أبيه علي بن حسين عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصلي علي صلى الله عليه وسلم حدثنا موسى بن داود حدثنا عبد الله بن عمر عن أبن شيهاب عن علي بن حسين عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه من حسن إسلام المرء تركه ما 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 تركه اشتركوا في القناة